السلام عليكم وعملين ايه يا رب تكونوا بقى الف خير وباحسن حال وانتو بتسمعوني دلوقتي اهلا بيكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة حلقتنا النهاردة حلقة جميلة جدا جدا محبي الكوب كيك هيحبوا الحلقة دي قوي كوب كيك هش ناجح جدا جدا وبسيط وسهل من غير زبدة مش هنستعمل فيه زبدة وهنعملو بالزيت بربع كوباية زيت بس بصوا الهشاشة بصوا الطراوة بصوا قلبه ابيض ازاي وهش جدا وفراغات الهوى اللي جوه منتظمة جدا جدا مفهوش اي اي عيب او اي مشكلة ان شاء الله هتقابلكو وسهل ويقدر اي حد في الدنيا يعمل الكوب كيك ده لو بشوفوا قناتي بقى الاول مرة ياريت مننسوش تعملو سبسكرايب وتعملو كمان لايك للفيديو اول حاجة عايزة ابتدي بيها اه نوع دقيق انا بستعمل هنا نوع دقيق للكحك والباسكوت مهمة او يا جماعة واحنا بنستعمل اي بنعمل اي رسبي نستعمل ديق مخصص لها انا هستعمل اي هنا هستعمل كوباية ونص كوباية ونص من ديق الكحك والباسكوت كده انا هنمن ان الكيك بتاعنا مش هيبقى فيه عرق اللي عنينا مش هتبقى فيها عرق يعني فحيطلع معينا هش قوي قوي وصفت جدا جدا هنستعمل كمان معلقة كبيرة من البيكنج بودر معلقة المعيارية دي ورشة بسيطة جدا من الملح اقل من ربع معلقة وهقلب المواد الجفة دي يعني انا حطيت في البولا كوباية ونص من دقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح ونثبهم كده على جنب ونيجي بقى للمواد السيلة هنضرب هنا 3 بيضات بالمضرب الكهربائي لو مفيش امكانية للمضرب الكهربائي عندكم تقدروا تضربوا في الخلاط عادي بس نضرب البيض الاول لحد ما يفتحه خالص ويبقى لونه الاصفر ده يكون اختفى هنزل عليهم بالتدريج بكبية لربع من السكر يكون ناعم الحبيبات ويكون لونه فتح انا بنزل على دفعات يعني ببنزلش مرة واحدة عايزة ادي فرصة للبيض انه يرتفع اكتر واكتر زي ما انتوا شايفين معايا هو شايفين البيض بيرتفع معايا ولونه بيفتح هضرب حوالي دقتين من دقتين لتلات دقايق لحد اللون ده ما نوصل للون ده والقوام ده بعد كده هنزل بالفانيليا والامتابعين يعرف ان انا بحب انزل بالفانيليا بعد ضرب البيض عشان احتفظ براحتها وطعمها القوي هضرب ضربة خفيفة وبعد كده هنزل بالدقايق بالتدريج طبعا الطريقة الطبيعية العادية احنا بننزل بالسوايل كلان ننزل باللبن وبالزيت مع البيض يعني بعد خطوة البيض لكن جربوا كده ترتيب الخطوات ده فاتمنى تشوفوا الفيديو للاخر لان ترتيب الخطوات ده مهم جدا نزلت بالضييق اللي احنا طبعا نخلناه في اول الفيديو وطبعا سرعة المضرب هنا على واحد يعني اقل سرعة ومضربش كتير يعني مجرد ما تديق يختفي انا حط في المضرب وحبعده خالص وحشتغل بقى بالسباتولا او بالويسك زي ما انتوا عايزين كده بتأكد ان ديق كله امتزك كويس وطبعا القوام تقيل شوية فعنخففه طبعا لسه ما حطنواش لا الزيت ولا اللبن بعد ما اتأكدت كده من نعمة الخليط بتاعي حنزل بي ربع كوباية من الزيت ويكون زيت نوعه كويس ورحته كويسة حقلب الزيت كويس قوي لحد ما يختفي تماما في الخليط بتاعنا اعملوا الكوبكيك بنفس التكنيك ده وبنفس الطريقة صدقوني يطلع احلى كوبكيك في الدنيا طبعا خليط الكوبكيك مختلف تماما عن خليط الكيك في النعومة وفي الملمس وفي الطعم طبعا نزلت بعد كده بربع كوباية من اللبن وبعد كده معلقة صغيرة من الخل والخل ده طبعا محسن طبيعي جدا مش محتاجين اي محسنات وفت الخل اخر خطوة مع اللبن صدقوني هيديكوك طعم وقوام وزي ما انتم شفتوه معاه في اول فيديو حاجة فلافي جدا وهيطلع كوبكيك نجاح ان شاء الله كده خلاص انا اتأكدت من امتزاج الخليط بتاعي استوائل مع المواد الجفة حلو جدا واده قوام الكيك او قوام العجينة القوام ده مظبوط جدا للكوبكيك مناسب جدا لا تقيل قوي ولا خفيف قوي معايا هنا اصنائة الكوبكيك 12 قطعة ومعايا ورق الكوبكيك اثناء ما انا بعبي الكوبكيك انا دلوقتي شغلت الفرن مش عايزة يكون سخن قوي ولا يكون بارد ففي الاسناء دي انا خلاص شغلت الفرن اريدي اشتغل معايا على 180 والشبكة في النص في نص الفرن حطيت تعجنت الكوبكيك في الميجرين كوبكيك عشان تبقى سهل علي في صبها يعني ما نلحوسش الدنيا حوالينا خدت مع علاقتين من خليط الكيك علشان نعمل التمويه الشوكولاتة اللي عملناه اللي انتو شفتوه معايا في اول الفيديو مهم جدا يا جماعة احنا نسيبه على الاقل ربع الكب فودي من ملاش اكتر من كده لانه هو برضو بيبيعلى في الفرن ومش بيعلى جامد بس بيعلى في الفرن والكوبكيك الناجح زي ما انتو شفتو معايا بيبقى سطحه املس كده سطحه ملوش قبة يعني بيبقى ايه سطحه املس فما نتزودش في الخليط قوي في كمية الخليط علشان يطلع شكله كويس حطت هنا معلقة من الحليب او اللبن ومعلقة صغيرة من الكاكاو علشان اعمل التمويه اللي فوق والاشكال اللي بتبقى فوق انا مش حابة يكون شكله سيدة خالص يعني عشان لو قدمتوا لأي ضيف لو قدمتوا لأي حد او الولاد خدوه معاهم بيبقى شكله كده ايه مميز ويشد النظر اشكال بقى زي ما انتم عايزين يعني دي حاجة ترجع لكم تقدروا تعملوا اشكال الطايجر تعملوا مثلا درجة فتحة ودرجة غمقى كنت حابة اعمل كده بس حابت اعمل حاجة بسيطة وحاجة سهل بعد كده اعجيب عصاية تلشيش طوق وابتدي ان انا اعمل بقى الاشكال دي كده زي ما انتم شايفين معايا اشكال بقى زي ما انتم تحبوا حابين تقدموه زي ما هو كده تمام جدا طعمه ومش هيقصر في الطعم ما قدمه هو شكل مش اكتر طبعا الفرن كده استقن بالدرجة الكافية بقى له حوالي خمس دقايق او سبع دقايق ما يفضلش ابدا ان احنا انتقن الفرن جامد الكيات هتخش تاخد صدمة كده وممكن تعمل اشكال مش حلوة ومش هتستوي كويس من جوه اخد معايا حوالي ربع ساعة بالزبط شغلتول الشواية عشان ياخدوا اللون الدهب الجميل ده بصو هش جدا دخلت في عود الشيش مفوش اي عجين واستوي وزي ما انتم شايفين كده الكوبكيك بسوا الصينية الكوبكيك الناجح معاكم تعرفوا منين انه ناجح هقول لكم وصفات نجاحه زي ما انتم شايفين مش عامل اشكال غريبة مش عامل قبة مستوي جدا وزي السفنجة زي ما انتم شايفين تقدروا تعملوا له كريمة زبدة كمان في حبيت اقولكم ان فيه نوع من الكوبكيك بالزبدة وده نوع فاخر طبعا هعملوا معاكم ان شاء الله بازن الله بس حبيت اعمل معاكم النهاردة حاجة خفيفة واقتصادية الولاد بقى حابت حاجة غريبة مامي لو سمحتي حطلنا الجيلي ده ده زي جيلي كده او مش عرف اسمه ايه بالزبط بس بتعوم يعني الاحمر بتعم الفراولة والبني بتعم الكولة المهمة حطته لهم زي ما هم عايزين طبعا الطعم وطلع حلو برضو جدا 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 يعني فحبيت اشارك معاكم كده ايه اللقاطات اللي خلف الكواليس بس لو حبيتوا بفيديو النهاردة وحبيين تشوفوني تاني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا كمان لايك للفيديو لو عجبكم اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد بحبكم جدا في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة